تمكن فريق الرجاء الرياضي من تحقيق فوز صاحق على فريق سريع واتزمامس بهدفين للسفر برسم مؤجل الدورة السبعة عشر من البطولة الوطنية الاحترافية وبهذا الفوز يكون فريق الرجاء الرياضي قد عزز صدارته في ترتيب الدوري برسدي 42 نقطة وفي سياق متصل بفريق الرجاء الرياضي لا يزال الوضع متأزما داخل القلعة الخضراء بخصوص الازمة المادية للفريق اضافة لمشكلة الاقمسة وانتهاء عقد الشركة المحتضنة حاليا اضافة الى العشوائية التي تعم مكتب الفريق باتخاذه لقرارات فردية دون مناقشتها وغير ذلك مصادر خاصة اكدت ان مكتب فريق الرجاء برئاسة الاندلوسي تدرس عروض شركات مغربية لصناعة الاقمسة الرياضية من اجل التعاقد مع الفريق في اقرب وقت ممكن وهو الامر الذي ترفضه الجماهير الرجاوية بشكل قاطع رافضة تعاقد الفريق مع شركة مغربية لصناعة الاقمسة الرياضية ودائما في البطولة الوطنية الاحترافية ومؤجلة دورة السادسة عشرة تمكن فريق الوداد الرياضي من حصد ثلاث نقاط مهمة لحساب فريق يوسفية برشيد يوم امس بعد ان فاز عليه بهدف نظيف مكنه من تقليص الفريق بينه وبين فريق الرجاء الرياضي يصبح في رصيد الفريق الاحمر 41 نقطة مؤزما بذلك وضع اليوسفية الذي يحتل الرتبة ما بعد الاخير برصيد 19 نقطة واكتسح فريق نهضة بركان فريق ملودية وجدة بثلاثة اهداف لهدف واحد الفريق البركاني لم يكن رحيما بابناء وجدة وحصد ثلاث نقاط مهمة تزكي رتبته في صبورة ترتيب البطولة الوطنية ليصبح في رصيد ابناء النهضة البركانية 26 نقطة ودوليا اعلن اتحاد ايرلندا الشمالية لكرة القدم استضافة بالفاست عاصمة البلاد كأس السوبر الاوروبي بين تيلس الانجليزي حامل لقب دوري الابطال وفياريال الاسبانية المتوج بالدوري الاوروبي فستجراء المباراة بين الفريقين في 11 من شهر غشة المقبل في ملعب يتسع لـ 24 ألف متفرج نهاية الموجز الى اللقاء اشتركوا في القناة